حبابي وطلوب تلت سنوي أهلا بيكو النهاردة في سلسلة حلقتنا وهي حل امتحانات الفصول من 2021 لـ 2022 والنهاردة معادنا مع حل أسئلة الفصل الخامس وهنبدأ النهاردة بأول درس وهو الاستعمال الإنجليزي في منطقة الخليج العربي خليكم عايا نشوف الامتحانات كان بتقول إيه في الجزء ده وشوف عندي أول سؤال بيقول إيه أول سؤال بيقول يستدل من احتلال بريطانيا لجزيرة بريم في مدخل البحر الأحمر على هل يستدل منها على سيطرة فرنسا على البحر الأحمر ولا تأمين مصلحها في الشرق ولا نجاح الحاملة في مصر ولا تأمين مصلحها عند موديك هرمز أنا طبعا ما نريش دعوة موديك هرمز إحنا قلنا إنجل ترح تلت بريم عند مدخل البحر الأحمر علشان وجود فرنسا في مصر ومش هطلع من بريم غلا ما فرنسا تطلع من مصر يبقى أنا عندي هنا ما ينفعش أقول سيطرة فرنسا على البحر الأحمر لسه ما خليتهوش انا خايف الاحسن تاخده. اه تأمين مسلحة في الشرق في ناس تقول لي ممكن يمس تنفع هقولك اه ممكن تنفع. بس الاقوى منها نجاح فرنسا في مصر. يبقى اللي قال انجلترا هو ايه? هو نجاح فرنسا في مصر. طول ما فرنسا نجحة في مصر وموجودة في مصر ده قطع على جزيرة مين بريم وبالتالي قطع على الخليجي العربي. لكن لما تطلع فرنسا من من مصر يبقى انا كمان هطلع من جزيرة مين بريم. يبقى اللي قلقني هو نجاح فرنسا. قامت انجلتاب القضاء على قوة محمد علي. وقوة الخليجي العربي من خلال. تعدعي من نفوذ السلطان طبعا دي لأ. اضعاف القوة الاقتصادية هقولك ممكن وهقولك ممكن لي. استخدام قوة عسكرية طبعا نجلترا ما استخدمتش قوة عسكرية لما مع محمد علي ولا مع الخليج ما حلبتش حد. انشاء قواعد عسكرية برضو معميتش قواعد عسكرية عند محمد علي. طب امال ايه? هقوله اضعاف قوة الاقتصادية. ليه يمس. انجلترا قلت على محمد علي ازاي? فمعهدت لندن لغت نظام الاحتكار. ونظام الاحتكار ده نظام الاقتصادي اللي كانت قام عليه الدولة في عهد محمد علي. طب ادي واحدة. طب على الخليجي العربي لغت لهم القرصانة واللقيق اللي هي اساس اقتصاد الخليجي العربي. يبقى عملت حكتين عشان تبعفهم اقتصادية. لغت الاحتكار ولغت اللقيق والقرصانة وكده اضعفتهم ايه اقتصاديا. وسيطرت عليهم ايه الاجراء الموضع بالصورة نشوفها مع بعض كده. الاجراء احتلال جزيرة بريم اللي في مدخل البحر الاحمر. هل الهدف من هزا الاجراء تأمين بعساتها الدبلوماسية في اليمن? ولا الاستلاع على مناطق استراتيجية? ولا فتح اسواق في المنطقة? ولا تصدي الاطمع والي مصر العسكرية? طبعا مكتوب عندك هون موجود هنا مدخل البحر الاحمر هي جزيرة بريم. في مدخل البحر مين? الاحمر في الجزئية دي. اهي. وتبعا دي منزمة هي تعتبر ايه? منطقة استراتيجية. يبقى هنا الاستلاع على مناطق استراتيجية اللي هي منطقة آآ مدخل البحر الاحمر هي عندما ديك بابل ايه المندل تعتبر منطقة استراتيجية مهمة. قد وصول محمد علي باسم السلطان في جنوب الجزيرة العربية. خلال التلاتينات. ترى هنا تلاتينات معناها يقول لك 1331 وانت طالع. بيقول لك وصول محمد علي اليمن هو امتى وصل اليمن? وصل طبعا هنا مقصد بدي طبعا ما قال لي جنوب الجزيرة مقصد بها اليمن. وطبعا قال محمد علي باسم السلطان يعني سنة 37. وكمان عندي تلاتينات. يبقى اوصل في التلاتينات اللي هي 37 باسم السلطان يجي في اتمان على طول اليمن. واللي يزبط لنا اليمن كمان اللي قال لي جنوب الجزيرة العربية. في التلاتينات من القرنة 19. ادى ذلك لايه? هل اتهاموا بكر سنة طبعا ده ما حصلش. تدعيم انجلتار نفوزها العسكري بها يعني في اليمن. ولا تحالف انجلتارا وفرنسا ضد محمد علي طبعا ده لقا. ولا بداية تأمين انجلتارا وجودها بالخليج طبعا الاجابة تدعيم نفوزها العسكري في اليمن. لما احتلت عدن 39. وقاية الحاكم بتاحها ان انتو ما تهاجمونيش. وتقول لاتباعك ما يقوموش انجلتارا. وتأمين لي الطرق. يبقى الاجابة رقم كام رقم به. اللي بعدها آآ رقم خمسة. عقد بريطانيا اتفاقية مع سلطان لحج وعدن. الاتفاقية الاولى احنا قلنا فيه اتفاقيتين. واحد سنة اتنين والتاني مكانش اتفاقية ده قاعدتها اتدخلت واحتلت عدن. اتفاقية الاوانية كان هذا العمل دليل على ان هي مساطرة على البحر الاحمر. طبعا لا. ادراكها اهمية اليمن. ولا تهديد الوجود الفرنسي في مصر. ولا مقدمة لعقد معهد الصلح الايه? العامة. طبعا الاجابة هنا اللي خلاها تعمل هذه الاتفاقية هي طبعا ادراكها ان اليمن مهمة ايه? استراتيجيا. يرجع هدف الحقيقي لعقد بريطانيا معاهدة الصلح العامة سنة عشرين. احنا قلنا عملها عشان تلغي الرقيق والقرصانة. بس ايه قال لك الهدف الحقيقي? ايه الهدف الحقيقي? هل خفها من الاطماع التوسعية لمحمد علي في اليمن? طبعا لا. خفها من محمد علي في اليمن خليها تروح تحتل مين? اليمن. وتصديع عسكريا لاتساعة رقعة الدولة السعودية الاولى. طبعا الدولة السعودية الاولى لقواتها ما زادتش. ده محمد علي اسقطها اصلا. ولا اعتبار الخليج قطل دفاع اول لمصالحها في الهند? ولا اتفاقها مع سلطان عمان على رعاية الفرنسيين? طبعا كلك وسمعيكو بتقول اعتبار الخليج قطل دفاع اول لمصالح انجلترة فين في الهند? ودي الجزئية الخاصة باسئلة الخليج الايه? العربي. ندخل بعد كده في جزئية بتاعت اسئلة مين? اسئلة الجزائر. بالنسبة للجزائر اول سؤال بيقول لي ادى الدعم الدبلوماسي المصري للصورة الجزائرية بعد صورة تلاتة وعشر يولي اتنون وخمسين. ايه الدعم الدبلوماسي? لما قلنا مصر خيط قرار من الامم التحدة بحق الجزائر في الاستقلال عام الف تسعمية وستين. طبعا مصر خيط القرار ايبا فاضل بس ان مين تمشي فرنسا. هل القرار ده لما طلع? ادى لايه? ادى لفرنسا مشت? من بنزرت طبعا اقول له غلط اصلا بنزرت دي اصلا في تونس اساسا بنزرت مش في الجزائر. ولا احراج موقف الحكومة الفرنسية طبعا هنا هتنفع. ولا اخضاع فرنسا امارة الادرار ما خدناهاش. ولا انضمام فرنسا للتحارف الالمانية انه مساوي طبعا متنفعنيش. يبقى حتى بالاستبعاد هي احراج مين? موقف مين فرنسا. طبعا عشان هنا ساعتها قلنا سقط حكومة سقط الجمهورية الكم. الرابعة. يبقى تم احراج موقف فرنسا. ارتبط عرض الجمهورية الرابعة الفرنسية على الجزائرين بافكار. مصايل حاج. شلت يقول. جيمولي عباس فرحات. طبعا الافكار عندي تلت افكار. ياما تندمجوا معنا. ياما ترتبطوا بينا مع الاستقلال. ياما الاندماج معنا. طبعا من ضمن الناس اللي كان بدعو الاندماج عباس فرحات. ده صاحب طال الاندماج. ده كم يقول لك لابد ان تكون الجزائر قطعا من فرنسا. ياما من ضمن الثلاث اخترارات اللي تحطوا في الجمهورية الرابعة. هو الاندماج مع فرنسا. وكده كان بنادي بيه عباس مين فرحات. اتبعت فرنسا السياسة في الجزائر. لطمس الشخصية الجزائرية. كم الطمس معناها القضاء على. فتنامى طيار مضاد لهذه السياسة. يعني فرنسا عايز تقدي على الشخصية. بنا عايز طيار كان بيدعو الى الدفاع عن الشخصية الجزائرية. قاني طيار في دور. جماعة علماء الجزائر. جماعة نجميش من افريكا قال لك ده التحرير. مصقف الجزائر دور كان عايزين اندماج. ظهور طيار الثورة. وتأثرة بصورة يوليو. طبعا ده طيار الثورة. ظهور جماعة بزعامة عبدالرحمة ابن بديس ودي سنة تانية. يا سنة تالت اخدوا لكم منها. هنا ان هي نفسها جماعة علماء الجزائر. للجماعة دي كان بزعامة واحد اسمه عبدالحميد ابن بديس. بس الاسف هو مش عليكم. والاسف هو جبها في الامتحان وياه مش عليكم. موجود عندكم في الهوامش اللي تحت خلص في الكتاب. والاسف جبها. عشان كانت اول سنة تلغي والظهر ما خدش بالو انها تلغت اساسا لحها تتهلكو. فهنا طبعا هنا بالاستبعاد مش هينفع حاجة من دول. ما عنديش غير دي لها تنفع. لان ادول كان بيرى ده بيرى للتحرير. ده بيرى الاندماج. ده بيرى آآ طيار الثورة. وده كان بيقول لك الحفاظ على الشخصية العربية الاسلامية للجزائر. يبقى هي يا جماعة علماء من الجزائر. اللي بعده اختلف الامير عبدالقادر الجزائري. في السياسة وعلى الامير عبدالقادر. حينا على خليد عبدالقادر اللي طالب مبدأ حق تقرير المصير. يعني استبدل مماسي. لكن عبدالقادر قلنا دخل معهم حروب ومعاهدات معاهد ديمشيل والتفنة وكلما يحرم وينتصل عليه وهم ايه يعملوا معاه معاهده. ايه الاختلاف? هل هدف? لا طبعا. الاتنين هدفهم واحد وهو جلاء فرنسا عن الجزائر. هل نتائج المقاومة? طبعا لا انا ده فشل وده فشل. هل الاختلاف في استجابة المحتل لهما? طبعا لا هنا استجاب المحتل وهنا استجاب المحتل. يبقى في ايه? يبقى في اسلوب المقاومة. واحد اسلوب مقاومته الحروب والمهدنات. لكن التاني في الاخر قالك نعرض القضية على آآ مؤتمر سلحة باريس تبقى لمبدأ حق تقرير المصير. يبقى واحد استخد بسلوب العنف والمقاومة. لكن التاني استخد بسلوب الدولوماسي. عندنا الصورة الجزائية من القاهرة ايدانة. ايدانة مصر سياسة التمييز العنصري. انتقال على اللالي الفاسي للقاهرة. عندي تلات مواضيع بيتكلم عنهم. الآن صورة الجزائية من القاهرة. كم دا قلنا بعد صورة يوليو. ايدانة مصر كيمة ايدانة معناها مصر معطردة. على التفرقة العنصرية. الموقف التالت. انتقال على اللالي الفاسي للقاهرة. ده زعيم مغربي. انتقل للقاهرة عشان يطالب تحيير المغرب وناخده في المغرب بعد كده. التلات موضوعات دول ايه المشترك ما بينهم بين مواقف مصر هل معناها دعمها خيارات شعوب القرى الصمراء القرى الصمراء هي افريقيا ولا تنفيذها لقرارات ميساق الدوار الجماعي ولا سعيها لانشاء منظمة الدول عدم الانحياز ودعمها لاستقرار الشعوب الجنوب والعربي طبعا هنا بتكلم عن القاهرة يعني افريقيا التمييز عنصري افريقيا المغرب افريقيا يبقى دعمها خيارات الشعوب العربية. مصر كان بتطالب الجزائر بالاستقلال الجزائر كتعايزة تستقل ومصر عادتها فاز الاختيار. مصر كتعايزة تقدع تفريقيا عنصرية ومصر هتساعد ده. مصر وقفت جنب المغرب بدليل انعمت مكاتب في القاهرة عشان تعمل بس ازاعي ومن خلالها انتقل الزعيم على الليل وراح فين القاهرة عشان نضم الجمهة التحية للمغرب. يبقى بتدعم خيارات الشعوب. ايه خيارات الشعوب دي الايه? الاستقلال. يدول توقيع فرنسا المعاهدات مع الامير عبدالقادر الجزائري. على ايه? هل التفوق الكاسح لقوات الامير? والتزام فرنسا بالتعادات العسكرية? ولا اعتراب بقوة الامير ولا الدعم العثماني? طبعا الاعتراب بقوة الامير انه مرتين ينتصر عليها فعرفت ان رجل قاوم السهل فكن كل ما انتصر تعمل معاه معاه معاهد عشان انتصاسه وتحيله. السؤال اللي بعدين? عقد الفرنسي معاهد دي ميشيل 34 واتفن 35. السؤال ده كان تجريبي السنان اللي فاتت. مسارة المعاهدين المشرق اليهم بالعبارة السابقة بالنسبة لدولة فرنسا. الاتنين دو بالنسبة لفرنسا هل بالنسبة لها يعتبروا? تراجع عن مخططهم الاستعمالي في الجزائر? طبعا لا. فضلت في الجزائر ولا مشت? فضلت. فما ينفعش يقول تراجع. امتسال لقارات الدولية يعني الانتسال يعني الخضوع? لا. مناورة يعني خداع عسكري للتقاط الانفاس على الارض ولا محاولة لمراجعة موقفه مع الدولة العثمانية طبعا نناشى علاقة بالدولة العثمانية هي الاجابة عندي هتبقى دي. ليه دي؟ كل ما ينتصر عليهم قلوه طب بقولك انا خليك حاكم على وسط الجزائر نعم معاك معاهده وبعد كد جاءوا هجوم على تاني وبعد كده ينتصر يعملوا معاهده تاني معناها ان هما ايه؟ المناورة عسكرية بيخدعوه عشان يلتقطوا انفسه ويرجعوا يهجبوا عن ايه مرة ايه؟ مرة تانية. انا مكسورة للزعيم وطني شهيل هو طبعا مكتوب عنده اسمه عبدالقادر الجزائري اتزام النفيه الى الشان في العام نفسه الذي يقع وقع فيه اي من الاحداث الاتية طبعا انشاء مجلس عمومي وده ايام محمد عاين لم قلنا انشاء مجلس عمومي جماعية عامية وده كان سنة 1847 وهو برضو تم نافل الشام سنة 1747 دي بالنسبة لنا الاسئلة الخاصة بمين؟ بالجزائر بالنسبة لامتحات الخاصة بدولة تونس هنشوف الاسئلة بتاعتها اول سؤال عندي بيقول خرجت فقدة لبعض املكها بعد عنقاد مقتور بلين عام 1878 ناخد بلنا من حاجة اللي خرجت مقتور بلين فقدة لاملكها الدولة العثمانية ليه؟ قصنجتر خيط ابروس وفرنسا خادت تونس والتركة توزعت لكن لو قال لك اللي خرجت خالية الوفاض خالية الوفاض يعني من غير ما تاخد اي حاجة بالبلد كده من ملود بالحمد زي ما نقول هتقامين طبعا ايطاليا عشان كل واحدة فيهم خادت حاجة وايطاليا ما خدتش رغم من ايطاليا كانت مشتركة معهم في تحديث مين؟ في تحديث تونس يبقى هنا خرجت فقدة بعد املكها بعد انقاد مقتور بلين طبعا دي كانت مين؟ كانت اكيد الدولة العثمانية ما ينفعش لا نقول الالمانيا ولا انجترا ولا فرنسا ظهر الالمان اقصر حكمة واتزانا في القارة الاوروبية في العهد التامي من القرنة 19 مهم جدا اعرف العقود والكرونزا ما اتفقنا عشان لعبي فيها كتير كمة العهد التامي من القرنة 19 دي معناها العقد التامي معناها من 1870 ل 1879 طب ايه اللي احنا اخدنا في المنهج؟ انا بكلمك بعرفك ازاي تعمل ده في الامتحان اخر السنة ايه اللي اخدت في المنهج خاص بالمانيا في الفصل الخامس وفي الفترة بتاعت العقد التامي من القرنة 19 هقولك انت خدت يا حبيبي حاجة اسمها مؤتمر برلين عام 1878 يبقى امتى المانيا كانت معقفها حكيم ومتزن؟ لما اقتم يا جماعة نعم مؤتمر برلين عشان نحل مشاكلكم مع الدولة العثمانية بالطرق الودية عشان مش عايزين تقوم حرب اوروبية عشان خاطر الدولة الايه؟ العثمانية يبقى ده اللي قالته المانيا عشان كده قالك موقفها كان موقف حكيم ومتزن يبقى مؤتمر برلين طالما عرفت كده الموضوع بالنسبة لي سور اول حاجة التدخل للرقب الصدع الحاصل بين دول القرى يعني مثلا مش فهم معنى الجملة دي هقولك مهمكش حاجة خالص طول ما انت شايف ان في معنى جملة او اختيار انت مش فهمه مش مشكلة شو بقيت اختيارات واستبعد وانت هتوصل لحل المشكلة بالنسبة لك احنا قلنا الايجابة اللي عندي في الملازم او في الكتاب ان المانيا منع عمد مقاطن برلين عشان تمنع قيام حرب اوروبية يبقى انا عايزة في الاختيارات بتاعتي ادور على معنى الجملة دي اللي هي منع قيام حرب اوروبية ناخد معانا كده من رقم دل ونشوف المقاطن برلين من رقم دل هل الهدف المشاركة كطرف تالت في معادة سانستفانو يعني هل هي عمد كده عشان تشارك معادة سانستفانو كطرف تالت طبعا هقوله لا كم ده ما حصلش طب هل السعي لانشاء خط سكة حديد يعني هي عمد باللين عشان خط سكة هتقول لي ميس ما تنفعش الضغط على جميع الدول بالقال لصالح الاطراق طبعا بالدول بالقال دي اليونان والصرب وبالغارية وما اكناش عنهم خلص في المنهاج بتاعنا طب ناخد بقى الرابعة اللي هي نفوت بالاستبعاد هي الاساسية التدخل لرقب الصادع الحاصل بالدول القارة كمة رقب الصادع الحاصل معناها منع الصراع بين الدول اللي هي منع قيام حرب يعني يمس هنا هينفعني رقم اي يا شباب هينفعني رقم قال لي فلانا استبعتها بعدها استبعتها لو قلتها تاني هفهم معناها بعد كاي بيقول لي السياسة في الفن الممكن وفن الافضل يعني الممكن والافضل اللي نعمله المتيسب والقدر لازحة المنافسين فالمنتصر فيها هو من يحقق ضربة واحدة اكبر عالم الاهداف يعني اللي يتفوق في السياسة ده الشاطر الجدع اللي بدربة واحدة يبدأ يحقق كل الاهداف والمنتصر والمنتصر فيها هو من يخرج خالي الوفاة الشاطر اللي يلحق وياقد ويكسب والخايب اللي هو اللي ايه هو اللي يخسر طيب المقولة دي اي الوقاعة الاتية خرجت منها صحبتها خلاية الوفاة يعني يا خلاية الوفاة زي ما راحت زي ما جت او تخرجها طبعا من الملت بالحومة زي ما بنقول هل ده بيتقال على ارسال المانيا قطع بحرية الاغادير طبعا لا اي المانيا راح تبع بقطع الاغادير وخرجت بعدها واخدت كرغو اذا ما اخرجتش فضيح مشاركة فرنسا مؤتمر الجزيرة طبعا لا ان فرنسا لما خرجت مؤتمر الجزيرة خرجت قوية مخرجتش ضعيفة اذا خرجت كاسبانا مشاركة اطاليا في مؤتمر بلين هقولك مؤتمر بلين خرجت فين جتالا واخدة ابروس فأنا سأخذ تونس إيطاليا خرجت زعلانة مش واخد حاجة بديها تنفعني بس قبل ما اتهور وعلم عليها أشوف الباقي المعقف الإنجليزي بعد حدثة فشودة طبعا إنتميس انت بعتننا خالص على الموضوع والإجابة عندي رقم كام رقم اللي هي جين مشاركة إيطاليا في مؤتمر باللين عشان إيطاليا خرجت زعلانة ماخدتش حاجة رغم أن هي مشاركة في التحديث لكن خرجت خالية الوفاق تم التعامل بالأطراف بعد المعادل معاملة الند بالند يعني واحدة بواحدة الكلام ده حصل إمتى هل في لندن لندن دي طاعت محمد علي ده محمد علي خرج مهزوم يعيني وتسقط نظام الاحتكار هل سنستفنوا سنستفنوا احنا قلنا عليها قدت لزهور دولة اسمها دولة بلغارية اتحلفت مع روسيا للقضاء على الدولة العثمانية وده اللي خلى انجلتارها فرنسا يقف مع الدولة العثمانية ضد بالغارية وروسيا يبقى تقولي ميسيين طاق الند بالند واحدة قدام واحدة انت جبتي حد يساعدك وإحنا نجيب برضو حد يساعدها اللي هو انجلتارها فرنسا يساعد الدولة العثمانية يبقى تنفعني سنستفنوا بص برضا شوفوا الباقي الصلحة العامة الصلحة العامة دي اللي قالت فيها الغرق القرصنة والرقيق وطبعا دي مالاش علاقة بالند بالند دي مشيل دي مشيل اللي قالت فيها على عبدالقادر الجزائري انا عايزة اخليك حاكم على وسط وغرب الجزائر اذا دي اسمه سياسة المهربنة مفهاش علاقة الند بالند اذا ما عنديش غير مين يا سنة ثالثة ما عنديش غير معاهدة سام استفانون ده الجزء الخاص باسئلة مين اسئلة تونس بالنسبة لاسئلة البقرب هل شوف برضا نتعرف على اسئلة بتاعتها جات ازاي اول سؤال بيقول كانت مراقش مطلع كلمة مطلع معناها بداية التاخل الحديث في مواجهة مباشرة مع الاستعمار الاوروبي من خلال طبعا هنا الجملة دي فيها كذا حاجة لازم حلها اولا كلمة مطلع تراحل الحديث وفي مواجهة مباشرة مع الاستعمار احنا قلنا قبل ما فرنسا تفكر انها تاخد المغرب كان فيه دولتين في القرف المغرب هما اسبانيا والبرتغال فعاد منصور السعدي قامت معركة وادي المخازن اللي انتهت منصور السعدي وفي الاخر سبتة ومليلة بفضل ومعامين مع اسبانيا طيب يعني ايه مثل ما طلع التاريخ الحديث سنة ثالثة مهم جدا تعرف ان التاريخ الحديث يبدأ من كام لكام والمعاصر يبدأ من كام لكام احنا عندنا في حاجة اسمها عصور قديمة عصور وسطة عصور حديثة عصور معاصر اللي يهمنا في منهجنا كنسانية عامة العصور الحديثة والعصور المعاصر العصور الحديثة حصلت من امتى لامتى العصور الحديثة بدأت من الف ربعمية تلاتة وخمسين لما السلطان محمد الخامس فتح القسطنطينية الى بداية الحرب العالمية الاولى الف سعمية واربعتاشر دي سمع التاريخ الحديث يعني اي حاجة جيلك في الفترة دي او حدث حصل في الفترة دي اللي هي من سنة الف ربعمية تلاتة وخمسين الى بداية الحرب العامة الاولى عام الف سعمية واربعتاشر ده ونتم غمت اي حدث في الفترة دي اسمه تاريخ حديث اما تاريخ المعاصر يبدأ منذ الحرب العامة الاولى يعني من سنة اربعتاشر وحتى الان يبقى المعاصر اي حاجة حصلت من اربعتاشر لغاية دلوقتي اسمه تاريخ معاصر اي حاجة حصلت من عام الف ربعمية تلاتة وخمسين لغاية الحرب العامة الاولى لتاريخ الحديث طيب هنا بيقول لي مطلع التاريخ الحديث مطلع معناها بداية يعني الفترة الاوانية اللي حصل عندي في المغرب فترة الاوانية اللي بتاريخ الحديث هقول له حصلت لي معراقة اسم عمراقة وادي المخازن عام 1578 اذا فعلا ده في بداية التاريخ الحديث ما كنش يسا دخلنا لجوه بقى يبقى ده المطلع يبقى معراقة وادي المخازن طالما ما ادي المخازن يبقى على طول هعرف الاجابة هل حصل فيها رغبة انجلترا في احتلال تنجا لا السيطرة على بعض المواني الهامة في المغرب هقول له اه اللي هي سبتة ومليلة وبرضا هنشوف الباقي استغلال فرنسا حوادث كولومبي بشار طبعا لا ده حصلت في المغرب بعد ما فرنسا دخلت المغرب مش في المطلع محاوة المانيا السيطرة على الاغذير طبعا ده في الاخر خالص لما فرنسا خلت المغرب بعد مادة المانيا الكونغو فده ما ينفعش اقول له في مطلع التاريخ الحديث لكن المطلع التاريخ الحديث ودي المخازن يبقى الجزئي دي عشان سبتة ومليلة فدلوا تحت سيطرة اسباني نجاح فرنسا في التحقيق سياستها تجاه الحرقة الوطنية بالمغرب كان سيؤدي الى ايه يعني ايه الكلام ده يعني بيقولك فرنسا لو فدت موجودة في المغرب ما خرجتش كان ايه اللي ممكن يحصل ايه اللي كان هيحصل هل طرد الاسطمار الاسباني طبعا لا ان فرنسا لمخايت المغرب على السلطان خارج البلاد يعني دالو عصماني بقاش لها سيطرة على المغرب اقول له اه صح طول ما فرنسا محتلة المغرب اذا ما فيه السلطة للدالو عصماني على المغرب بس برضو نشوف البقية حدوث حرب مع المانيا لأ طبعا هيئدة المانيا الكونغو فمش يحصل حرب مع المانيا السيطرة العسكرية على مدينة تانجا لأ طبعا ده مش يحصل ان انجلترا قتلها الا تانجا مش هينفعت سيطري عليها يبقى طول ما لك فرنسا موجودة في المغرب السلطان مالوش وجود معايا فين في المغرب ايه ما عنديش اغلاء اجابة رقم كان رقم دول رقم تلاتة يرجع الوجود الفرنسي العسكري في كل من تونس والمغرب الى الحصول على امتيازات ولا استغلال اصلاحات تسطورية ولا استغلال مؤتمرات دولية ولا حدوث خلافات حدودية خدوا باركم من حاجة فرنسا دخلت تونس بعد مؤتمر برلين فرنسا دخلت المغرب بعد مؤتمر الجزيرة يبقى هنا اقدر اقول اني واحدة ايوا اقدر اقول استغلال المؤتمرات الدولية ايه تعليلي هقوله كده فرنسا دخلت تونس بعد مؤتمر مين بعد مؤتمر برلين فرنسا دخلت المغرب بعد مؤتمر الجزيرة يبقى فعلا اجابة ايه استغلال المؤتمرات الدولية اللي هي مؤتمر برلين ومؤتمر مين مؤتمر الجزيرة رقم اربعة عقدت فرنسا اخر صفقاتها الاستعمارية لدمان استقرارها في مراقش دون معارضة من دول اخرى اخر صفقة كدت مع مين احنا قبل كده عملت صفقة مع ايطاليا دي اول صفقة تانية صفقة مع انجلترا الوفق الودي تانية صفقة مع اسبانيا رابع واحدة كدت معارقالة او مدايقة فرنسا كدت مين المانيا يبقى اخر صفقة مع المانيا رقمت لها اديني الكنغو وانا سملك المغرب وفعلا او مخيطة الكنغو سمت مين سابت المغرب يبقى هنا عندي مين عندي المانيا بعد كده عندي طلقت افقار بعض الشخصيات السياسية في دعم الدول الحلفاء الحلفاء اللي هي مين الحلفاء عندنا اللي هي انجلترا وفرنسا والمجموعة بتاعتهم اسمان الحرب العامية التانية حدد اي من الشخصيات التالية تنطبق عليه العبارة الايه السابقة خدوا بالكم في الفصل الرابع احنا خدنا انجلترا قلت لمصطفى النحاس اقف جنبي في الحرب العامية الكام التانية وديكم الاستقلال اللي هي معادة 36 في المغرب فرنسا دحكت على محمد الخيوس وقلت له اقف معانا في الحرب ونديكم الاستقلال يبقى الشخصيتين اللي الحلفاء ضحكوا عليهم هم مين هقول له مصطفى النحاس ومحمد الخامس وهو يبقى طلاقة افقار بعض الشخصات السياسية في دعم من دعم الوقوف مع الحلفاء اسنان الحرب العامية التانية من الشخصيات طبعا هو مين عندي مصطفى النحاس ومحمد الخامس وقفوا على الحلفاء في الحرب العامية الكام التانية لكن للأسف الحلفاء في الاخر تخلوا عنده وتخلوا عنده من المواقف الهمة التي اسهمت بالشكل الكبير في مواجهة الاحتلال الفرنسي في مراقش ايه المواقف اللي اسهمت بشكل كبير في مواجهة الاحتلال الفرنسي في مراقش هل المواقف جي عبر عن دعم الحلفاء لها أسناء الحرط ولا الحفاظ على الوحدة الوطنية ولا المشاورات من الترفين ولا ألان الثورة المسلحة ناخد بالنا من حاجة احنا قلنا فرنسا حابت توقع بين العرب والبربر العنصرين اللي عايشين في المغرب لكن طبعا ايه فشلت عشان كان عندي فيه وحدة وطنية وتماسك العرب مع البربر والبربر بقفوا جنب العرب وطلبوا بعودة محمد الخامس وفعل محمد الخامس رجع للعرش عام قفت 95 وكان وخمسين وطلبة فرنسا تمشي منين من المغرب لما ما لقيتش فيه فايدة ان هي توقع بالعرب والايه والبربر يبا لما قولي اللي اسهم بشكل كبير في مواجهة الاحتلالها هو ايه الحفاظ على الوحدة الوطنية اللي هو العرب والبربر عشان مين فشلت في الاقعاب بينهم اللي فشلت في الاقعاب بينهم كانت فرنسا السؤال اللي بعده التسعى الوجود الاسباني في المغرب يمتد لأقصى الجنوم من خلال احنا قلنا الجنوب ده اللي هي منطقة مين يا سنة ثالثة منطقة الريف امتى اسباني خيط الريف هل بعد مكاسب فرنسا مؤتمر الجزيرة طيب احنا قلنا فرنسا بعد مؤتمر الجزيرة دخلت وقتحت ماروكش لكن مدتش اسباني الريف ساعتها سياسة التهفهمات بين الدول الكبرى خدوا بالكم عملنا مساومات قلنا سنة 1904 فرنسا قاية الاسبانيا خد الريف واسبي لي بقية المغرب يبقى تنفع يمس رقم كام رقم بيه هقول لعشان 1904 تم الاتفاق على ايه ان فرنسا تاخد مراكش واسبانيا تاخد الريف اللي هي المنطقة الجنوبية في المغرب طب ينفع المواجهات العسكرية في القرنة 16 طبعا دي بعيدة القضاء على مقاومة الريف طبعا لا يبقى عندي ما تنفعنيش غير مين التفاهمات مع الدول الكبرى هي المساومات لما ساومتها وقلت لها قودي ديني مراكش واسبي لي قودي سوري الريف وسبي لي بقية المغرب امامك صورة لزعيم وطني شهير تشابه مع المجاهد المغربي في منطقة الريف الاسباني احنا عندنا طبعا المجاهد المغربي في الريف الاسباني هو محمد عبد الكريم الخطابي لأنقاد الكفاح في الريف الاسباني لكن فرنسا وقفت جنب اسبانيا ضده فاستسلم فيبقول لك هنا دوت طبعا عبد القادر الجزائري جرب لك طبعا صورته وجرب لك اسمه اللي اتنين اتفقوا في ايه هل اتفقوا في التمسك بالتبعية للدول العثمانية هقولوا لا اتفقوا في انتهاجهم نفس اسطوب مقاومة الوحتراء كمية انتهاج يعني خدوا نفس المنهج هتقولي يا ميس ممكن ليه اصلا عبد القادر الجزائري اتبع اسطوب المكافح المسلح حريبهم كذا مرة عندي برضو عبد الكريم الخطابي قاد الكفاح في الريف الاسباني لكن الاسب فرنسا وفت جنب اسبانيا ضده فاستسلم وعبد القادر طرف الاخر ان هو ايه برضو يستسلم يبقى الاتنين انتهجوا نفس الحاجة اللي هي الكفاح الايه الكفاح المسلح يبقى اتجابتي هنا رقم كام رقم ب انتهاجهم نفس اسلوب مقاومة مين مقاومة المحتل تشبهت بعض الحوادث في الوطن العام قبل الحرب العامية الاولى من خلال العبارة السابقة ايه الشبه بين حسد فاشودة وحسد اغادير الشبه يتمثل في ايه بقى نحل اول موقفنا ونراجع كده في ذكرياتنا مع اغادير ومع فاشودة اغادير اللي استخدناها النهاردة وقلنا المانيا بعد ما كانت وقفة جنب شعب المغرب ضد فرنسا بمجرد ما فرنسا قدت المانيا الكنغو المانيا تخلت عن شعب المغرب نفس الوضع حصل في حادثة فاشودة عباس حلمي قبل فاشودة كان مع الحرقة الوطنية في مصر بعد حادثة فاشودة تخلى عباس حلمي عن الحرقة الوطنية وتقرب من انجلترا اذا الاثنين سواء بعد فاشودة او بعد اغادير الاثنين حصل تقارب مع المحتل يبقى هنا تشابه الحوادث في وطن العربي قبل الحرب العمالة الاولى من خلال العبارة الشاب بالاتنين بقى هل الشبه النطاق الجرافي في الحادثتين يعني نفس المكان هقوله لا لان طبعا فاشودة كانت في افريقيا بصوري في السودان او قرب على الحدود مع السودان لكن اغاديركت في المغرب الدول الاوروبية المشترقة طبعا لا حدوث تفاهمات بين القوة الكبرى ولا استبعاد المانيا من الصفقات الاستعمارية طبعا هقوله حدوث التفاهمات مع الدول الكبرى دي الاجابة حدوث تفاهمات مع الدول الكبرى طيب يعني ايه هقوله كده هقوله بعد فاشودة تفاهم عباس مع انجلترا بعد اغادير تفاهم المانيا مع فرنسا يبقى تاني هقوله كده بعد فاشودة عباس حلمي اتفق مع انجلترا ساعة ما قلنا عمد تفاهم الحكم السنائي في السودان بعد اغادير تفاهم المانيا مع مين مع فرنسا وبكده خدنا الاسئلة الخاصة بدولة المغرب نبدأ بقى نشوف ليبيا اسئلتها بتاعت اخر السنة جات عليها ازاي اول سؤال في ليبيا بيقول نظرة ايطاليا الى ليبيا في فترة ما بين الحربين احنا عارفين طبعا فترة ما بين الحربين معناها من الف ستعمية وثمنتاشر لتسعة وتلاتين اللي هي من نهاية الحرب الاولى وبداية الحرب العالمية التانية الى كونها من منظور كونها هل نقطة انطلاقها مصفحتها الاستعمارية طبعا لا الكلام ده ممكن اقوله لو قالك لما ايطاليا وفقت بليبيا عم الف ستعمية واثنين ليه احنا قلنا عشان تعتبر انه نقطة انطلاق لتنسعتها في المستقبل ولا ترضيها مؤقتة لقرامتها الدولية طبعا ده برضو حصل عام الف ستعمية واثنين لمعيدة تاخد ليبيا اللي هي من فيهاش حاجة مغرية لاستعمار لمجرد بس ان عشان ترضيها مؤقتة لقرامتها ولا مورد اقتصادي لخزان الايطالية طبعا لا ما كدش ليبيا مورد اقتصادي عشان الدولة مش مغرية لاستعمار ولا ما فيش غيرها ارث تاريخي الامبراطورية الرومانية يعني ارث تاريخي هنقول كده عشان موسوليني قال احياء الامبراطورية الرومانية وان ليبيا جزء لا يتجزأ من ايطاليا يبقى كده بيحاول يرجع المجد المجد القديم اللي هو المراس بتاع الامبراطورية الرومانية ان ليبيا جزء لا يتجزأ من ايطاليا اللي هي عاصمتها من طبعا روما بعد كده عندي السؤال التالي بيقول مغامر سياسي أراد إعاية إحياء فكرة المغد القديم من المغامر السياسي اللي سئين عليه طبعا كان مين؟ عم الموسوليني اللي قال برضو إحياء الأمبراطورية الرومانية وإن ليبيا الجزء ده يتجزأ من مين؟ من إيطاليا نفس التعليم بتاع السؤال اللي قبلي اللي بعده بيقول جاء إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية 28-20-20 وخد باركو ده حدث تاريخي يعني قريب يعني ده كأنها حدث جارية التأكيد على واحدة وسلامة الأراضي الليبية هذا الموقف بتاع مصر يتشابه مع أي من الموقف التاريخية اللي تمت دراسيتها هل مصر عامت نفس الموقف الجدعانة ده إمتى؟ هل مسانت مصر محمد إدريس السنوسي؟ لا طبعا إدريس السنوسي أعلن أمين على بلقة أوترابس 22 بس مصر عيتها مكتش مساندة اتجاه الحكومة المصرية لدول المحور 39 يعني مصر وقفت مع المحور لهم ألمانيا وشلتها طبعا لا موقف مصر تجاه ليبيا بعد هزيمة المحور ولا احتجاج مصر رسميا على سياسة جرازياني الإيطالي طبعا عندي هنا موقف مصر تجاه ليبيا بعد هزيمة مين؟ بعد هزيمة المحور عامت مصر مصر ملعت تقسيم ليبيا لعدة أجزاء مصر عامت على إبعاد إنجلترا وفرنسا عن مين؟ عن ليبيا يبقى ده دور مين؟ دور مصر في كفاح الشعب الليبي بعد هزيمة دول مين؟ دول المحور بعد كده عندي السؤال اللي بعديه بيقول يستسلم إن التاج مترتب على الإجراء الموضح بالسلة إمامك يستسلم منها إيه؟ الصورة طبعا معلش الكمبيوتر كالها كتعبارة عن شكل كده في صورة موسوليني الإيطالي ومكتوب عندكو إحياء الإمبراطورية الرومانية وإن ليبيا جزء من إيطاليا بيقولك بقى النتائج المستثنية يعني ما كانتش موجودة هل إحياء الإمبراطورية طبعا لا ده كان موجود؟ شن إيطاليا هجمات طبعا بعد ما أعلن الكلام ده تم شن هجمات من إيطاليا لليبيا يبقى ده كله كان موجود سعي الدول لكاذب صداقة إيطاليا كله كان موجود لكن آخر واحدة بقى هنا دي تدعيم مصر لوحدة الأراضي الليبية لأن مصر لما ساعدت ليبيا ما ساعدتهاش بعد موسوليني ما قال الكلام ده ساعدتها بعد هزيمة دول مين؟ دول المحور يبقى لما موسوليني قال الكلام ده كله حصل ده بعديه لكن إنت تم تدعيم مصر لليبيا بعد هزيمة المحور اللي منهم مين؟ اللي منهم إيطاليا وراحة مصر وقفة جنب شعب مين جنب شعب ليبيا ده بالنسبة لأسئلة اللي جات على دولة ليبيا كده خلصنا كل امتحانات القاصة بالفصل الخامس سواء كانت الخليج العربي سواء كانت الجزائر سواء المغرب سواء تونس سواء إيه سواء ليبيا أشافكم إن شاء الله على خير إن شاء الله بحلقة جديدة من حلقات الامتحانات ومع الفصل إيه؟ الفصل السادس وبيبال شكرا شكرا